الحقيقة انه مشروع شديد الاهمية مشروع كبير بكرة ان شاء الله التلات هيتم الافتتاح المشروع اسمه مجمع الفلك لرعاية ابطال متلازمة داون من زاوي الاحتياجات الخاصة ومقام بقرية اكوة الحصة الرابعة لمركز كفر الزيات وان شاء الله سيدنا قدست البابا المعظم الان بتوادروس تاني بابا الاسكندرية وبطريار كيل كرازا الماركوسية حيكون موجود بكرة ان شاء الله في الافتتاح وحيحضر ايضا دكتور شوق علام مفتي ديار المصرية وعدد من السادة الوزراء وزراء التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي وعدد من سفراء الدول انا يعني شرفني جدا يكون معايا نيافت الحبر الجليل انا ببولا مترانطنطا وكل توابعها من مكان وموقع الحدث على الهواء مباشرة اهلا يا سيدنا بن يافتك نورنا اهلا بيكو حبيبي اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا بكل يعني المشاهدين سيدنا الحبيبي يعني الدكتور طارق رحمي شوفنا جزء من الكلمة بتاعته دلوقتي وبيقول اشادة قوية وان محافظة الغربية محظوظة وان ده اول مشروع متكامل لرعاية هؤلاء الابطال فكرة المشروع ده جات منين يا سيدنا الاول برضو المحافظة الحقيقة يعني محظوظة اه بالدكتور طارق رحمي محافظة الغربية يعني الدكتور محافظة ده مفيش يوم ما بيعديش على المكان ويتابع كل التفاصيل معا كم كبير من الناس كل القيادات كل يوم التاني بيتابعوا التفاصيل الدقيقة جدا هي فرصة الهواء ان انا اشكره على كل اللي قدمه وساعدنا فيه في هذه المرحلة بالنسبة للمشروع المشروع بدأ بشكوى ام امي بتقول انا ابني وتلازمت دون انا اللي برعا في كل شيء انا مريضة انا لو رحت السنة مين حيرعا صحيح يكفي القصة دي كانت كفيلة انها تحرك مشاعري من جوه اه صحيح الام دي ابنها هيبقى فقه دوائي ربنا يدها تقولت العمر طب فيه كم ام في مصر بنفس الظروف قال له طب هل فيه في مصر اماكن اقامة للفئة دي لا ولو فيه بارقام مبالغ فيها جدا طب وبعدين لا لجب نعمل حاجة انما ننزب نعمل حاجة دي كانت لازم نبدأ صح لان ايه خبراتنا احنا في هذا المجال ولا شيء فكان هنا لابد ان ارتب زيارة لبلدين ايطاليا وسويسرا سويسرا هي يعني التكنولوجي والصرفي بيبقى على الفئة دي عالي شوية وايطاليا البعد الانساني عالي جدا عايز اقول لما انا رحت كنت بقضي في كل مكان ساعات طويلة اقرأ اذاكر اسأل اصور وقعدت حوالي عشرة ايام متفرغ تماما لزيارات هذه الاماكن ورجعت بفكر مختلف تماما رجعت بخبرات لم تكن على بالي ابدا وهنا كان قررنا ان احنا نبدأ من حيث انتهى الاخرون من حيث انتهت اوروبا واسمح لقولك احنا خدنا افكارهم وطورناها ومصرناها وعملنا شيء انا ما شفتوش هناك اي ده مختصر يعني هنا طيب احنا مستعدين الفكر بقى موجود ما ينفعش تاخد طفل صغير لازم الاقامة فوق 18 سنة يبقى لازم تعمل اقامة لمن هم فوق 18 طب مش هنستنى لما يبقى عمره 18 يبقى لازم نجيبهم هم من سننا 4 سنين نستقبلهم لتنمية قدراتهم طب عشان نعمل ده عنا ندرب ونعلم في ولادنا اللي حيشتغلوا سنتين ونص وصرفنا عليهم لديهم مرتبات طب غيري مش هيصرف يبقى المكان لازم يبقى فيه معهد لاعداد الكوادر اذا انت بتعمل مكان فيه اقامة فيه قبول المترددين وفيه معهد للمتدربين طب المكان ده حيستقبل الغني والفقير اكيد عاوز تجهزه لأعلى مستوى اجتماعي طب الفقير ترفعه لأعلى مستوى اجتماعي تغير بتاعه ومن هنا كان المكان معمول بشكل يعني ينظر ان يوجد في مصر مثل هذا المبنى بهذه الكيفية بهذا بهذه الجمال بهذا التأسيم اما اقول اقامة يعني اللي ولاد بيعودوا بعد انهاء كل التدريب في شقة مع بعض تمانية يبقى كل التين في قوضة يبقى كل قوضة في حمام يبقى كل ولد او كل بنت سريره لون دولابه لون كموت بتاعه الفرش كله ابيض الفوت كلها بيضة بس عليها اللوجو باللون بتاعه هو عشان ما يستخدمش حاجة غيره طب ما ممكن بكر يبقى هندي كاب يبقى لاجم الواب واسعة ما بين السرير واسع الحمام واسع انت بتجاهزه كما لو كان هندي كاب هو لسه ما بقش هندي كاب وربنا ما يسمحش بقى هندي كاب فاقامة على اعلى مستوى انما اهم من الاقامة نيافتك قصد يعني لو اضطرنا انه يقعد على كرسي متحرك او كده صح؟ اه 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 يبقى لاجم انا مجهز له الاتساعات اللي يتحرك بها كرسي متحرك سواء في الطرقات الواسعة او جوه القوضة واسعة او الحمام بابه واسع او الحمام من جوه متسع او الحمام متجاهز بحاجات يسند عليها هو واقف هو قاعد كل ده لاجم يتجاهز فانت بتفكر في مكرة ومش في النهاردة وانت بتجاهز مكان اي انما الاهم من ده التجهيزات الفنية اللي هي حتنمي قدرات الولد او البنت انت عاوست تنمي في ايه هو عنده مشكلة زهنية يبقى اول حاجة عندك التنمية الزهنية ازاي حتعلم حساب تعلم قراية تعلم علوم متعددة وتستخدم الاساليب بتاع مونت سوري عشان تنمي اعصابه مع المعرفة في اين واحد يبقى لاجم عندك معمل مونت سوري كبير جدا بكل الامكانيات المتاحة طب انا عايز تنمية حسية يعني ايه تحسية ما المشكلة في المخ اللامس عنده مشكلة لو غمض عينه وحطه ايده على ازاز نقالها الصوف نقالها الحجر ما يعرفش الفرق عنده مشكلة في الشم لو غمض عينه وجبتوله بصلة وجبتوله يوسفان ديايا ما يعرفش الفرق عنده مشكلة في السمع لو اداني داهره انا اتكلمت وانت اتكلمت ما يعرفش يميز الاسوات عنده مشكلة في النطق وهكذا كل الحواس فيها مشكلة عنده مشكلة في البصر لا يعرف يحرك عينه افقي ولا رأسي لازم يحرك رقبته عشان كده نسبة عالية جدا عنده مشاكل في الرقبة اذا يبقى عندك معمل مجهز لتنمية كل الحواس في الوقت ده عندك مكان مجهز بألعاب صوفت عشان تستنفذ طاقته وعشان تنمي عضلاته عندك جيم مجهز لهذه الفئة تحت اشراف فني عندك ملاعب مفتوحة عشان الشمس وفتامين دي عندك حمام سباحة عشان العضلات وتنميتها كل ده لازم مجهز في المكان وانت بتشتغل فكان نبدأ بدراسة عميقة لكل التفاصيل اللي هتبقى موجودة طيب الولد والبنت دول مقيمين طيب سنان واجعت هتاخدت ودي برا لاجم عادة سنان كاملة في المبنى كاملة يعني كاملة طيب ما لاجم عيادات طيب ده علاق طبيعي ده مشكلة العضلات كبيرة جدا لاجم عندك عيادتين علاق طبيعي طيب الولد ده لو عي مرض معضي هتسيبه في السرير جنب أخوه في السرير تانى أو البنت جنب أختها يبقى لاجم مناطق عزل كل ده كان لاجم نفكر فيه في التفاصيل وإحنا بنصمم هذا المنشأ ولاجم نعمل بقى إيه بشياكة جدا ما عرفش أعمل حاجة غير كده طب حنسميه إيه الفلك كل اللي دخلوا الفلك وأنقذوا وكل اللي حيدخل مبنى الفلك حنسمه بيه وننقله إليه حياة أفضل طب بس هذا عشان أسميه الفلك طب أنا عايزي أي واحد جاي المكان لاجم نشعره في الفلك فتصميم المبنى من بره انت جوا فلك روح تصميم السور من بره أمواج مية الفلك عين في المية المعلقات كلها أو الأضواء كلها داخل المبنى طيور وحيوانات في المدخل كده طب لو مزايق بارتفاع ثلاث دوار كل الحيوانات والطيور بأشكالها وبألوانها دخلها فلك ونوح ونوح ووقف عند الفلك لازم أحط في الحديقة كل الألوان مفيش ظهرة ممكن يبقى لها لون واجبناهاش عشان تنمي عنده حسة البصر ويعرف ميز الألوان كان لازم أعمل لهم قفص طيور بارتفاع خمسة ونص متر وكتر القفص خمسة متر وحط فيه ألوان وأشكال من الطيور وأشكال من الأصوات لتنمية الحواسة عنده بنفكر عايز أقول لك حاجة غريبة جدا ده لو الكاميرا سلطت الضوء على وحدات الإضاءة اللي في الجنينة مجرد أن أنا أجيب مصورة كبيرة كده وأحفر عليها بالليزر الحيوانات والطيور وأحط النور جواها النور حيخرج من الخروج من اللي عملها الليزر يقول قدل بغبغاء قدل حسان قدل نمر قدل أسد قدل بطة قدل وزة أنت عايشت جوا الفلك وفي نفس الوقت بتنمي معرفته وفي نفس الوقت بتنمي حواسة كلها صوت وألوان وإلى آخر ده فكرة المشروع إحنا شايفين يا سيدنا ونيافتك بتشرح هذه التفاصيل المهمة شايفين زي برومو للمبنى بتفاصيله بالملاعب بالشكل الخارجي ببعض اللقطات الفوتوغرافية من الداخل الحقيقة الشيء مبهر جدا سيدنا وخليني أسأل أن يافتك يشجعني أسأل أن يافتك قلت في بداية الحديث أنه الأماكن اللي بترعى هؤلاء أو بتستضفهم بمبالغ طائلة هل هذا المكان يعني هتبقى رسوم متاحة للجميع والحقيقة يعني أنا نفسي أعرف هل ده تمويل بالاشتراك مع مؤسسات دولية هل مصر اللي عملا هل الكنيسة فقط أولا اللي حيقش لأن قيمة المبنى عالية جدا 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 والحاجات اللي فيه غير موجودة في أي حتة تانية جدا 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 فلذلك مش هيقدر يدفع ولا مليم فربنا اللي حيدفع كل حاجة الله هاي الغاني والفقير وجودوا عندنا مجانا إحنا بننا الأرض أرض الكنيسة والكنيسة بنت ما خدناش من أي جهة لا من الداخل ولا من الخارج فلوس ربنا اللي سدد وسدد صدقني حتى اللحظة أنا شخصيا لم أطلب من إنسان مليم وأخشى أقول الرقم خليه عند ربنا محفوظ طيب اللي حيقيم ولا مليم للمتردد حيدفع ولا المقيم حيدفع ولا المتدرب حيدفع يعني لو حتى كنيسة عايزة تعمل مشروع وتبعد كوادرها إنها تيجي تتعلم عملي ونظري مجانا وعايزة أقولهم حاجة يعني أنا سمعت إن فيه كليتين في مصر حاليا للأعاقة فلسه كنت بزور قريب إحدى هذه الكلية أنا بشكر عميد الكلية للحفاوة وللكرم وللمحبة الكبيرة وزوروني كل شبر في الكلية بس عايزة أقولك وأنا نازل وأنا بركب عربيت وقلت له حاجة قلت له أنا عايزكم تشرفونا في الفلك وأي حاجة هتشوفوها عندنا مش موجودة عندكم أنا هعمل للكلية زيها طب قلت كده ليه لأن ما فيش أي نوع من المقارنة بين تجهيزات الكلية اللي حتعلم الكوادر وبنعمة المسيح إلهنا اللي موجودة عندنا في الفلك ربنا جاهز على أعلى مستوى إزاي ربنا فتح لنا السكك إن إحنا نشيره ده منين وإزاي إزاي نقرأ ونسمع ونقرأ يعني أشكر ربنا ربنا عمل كتير طيب أنا مشكلتي بقى مش فوانا عايز أنا دايما بفكر بالنزلة بعيدة شوية طيب إحنا بنينا المبنى الأول طبعا لسه المنطقة فيها مبنى تاني كبير يدوب يتعامل خرصنات هنكمله إن شاء الله طيب تموحاتي مش الفلك اللي تبانى لقى بنعمة المسيح إلهنا ده فلك واحد ولازم يبقى فيه فلك اتنين في القاهرة الكبرى وفلكة ثلاثة بنفس الشكل ده في السكنيرية وربنا يدينا نعمة نتعاون مع أبروشية من أبروشات الصعيد ونعمل فلكة أربعة في الصعيد طب مين اللي هيعمل ده من هنا بقى أنا خفت الأسكف اللي يجي بعدي إن كان أنا فاضلي في الحياة أيام السابيع الله هو اللي يعلم طب اللي يجي بعدي يهد اللي أنا عملته وقولك اللي يدفع يقعد واللي ما يدفعش ما يعودش لا ما ينفعش ربنا يديك طولة العمر سيدنا يقولك بلدوشة من قاعد فيه شوية مسنين وخلاص وخدمتهم أسهل ما ينفعش عشان كده فكرت إن احنا نعمل مؤسسة اسمها مؤسسة الفرك تبقى تحت مظلة التضامن الاجتماعي وتأسست بعد ما خلصنا المشروع بحيث المؤسسة دي هي اللي تدير المشروع هي اللي تصرف على الرانيج أو صرف على المشروع طبعا هيبقى فيه حاجات انتاجية كتير بدأنا ندرب الخدام عليها وندرب الأطفال اللي احنا بنرعاهم عندنا في البطرانية الحين ما يجوا يسكنوا هنا حتجيب إراد إنما المؤسسة فتحنا بقى بيبقى فيه تبرع للعوجة تبرع خاصة من دريبه عشان اللي بعد يبقى متطمن إنه حيقدر يسرف يقدر يعمل فلك 2 و 3 و 4 إذا سمحت عناية ربنا فلا حيبقى موجود حدش حيدفع لغاني حيدفع ولا فقير حيدفع الأهم من ده وده الكنيسة بتعمل مشروعاتها المجانية في كل الأحيان لأبناء الكنيسة صح؟ أنا بعتبر ده أول مشروع خدبي على مستوى عالمي تقيموا الكنيسة لخدمة المواطن المصري دون تمييز مجانا فإحنا بنستضيف إخواتنا المسلمين زي ما بنستضيف أولادنا المسيحيين وعايز أقول لك إخبال إخواتنا المسلمين على المكان أضعاف أضعاف أولادنا المسيحيين مرحب بالكل والمكان مفتوح للكل ده يشجعني يا سيدنا أولا طبعا ربنا يدي لنيفتك طولة العمر والصحة ونيفتك مشهور بالفكر الدقيق والخطوات المحسوبة والدراسة لكل شيء وأنا متأكد زي ما نيافتك قلت أن المناهج والتدريب والتجهيز إحنا شايفينه وبكرة لسه هنحضر مع نيافتك الافتتاح إن شاء الله إنما عايز أسأل نيافتك بقى على الأعداد يعني المكان يستوعب قد إيه وتم تدريب مدربين قد إيه حتى الآن عشان يمرسوا مهمهم مع الديوف اللي هيجوا أنا بشكر حضرتك هو المبنى الأول اللي تم التشتيبه والمبنى الأول يعني في كل التجهيزات بتاعة التنمية قدرات ولادنا وبنات زائد دورين سكنيين زائد مصرح صغير فالإقامة في المبنى الأول كل اتنين في قوضة عندنا 64 مقيم دور للبنات ودور للولاد المبنى الثاني اللي احنا شطبنا الخراسلات وإن شاء الله ربنا يدي ونكمل هيبقى فيه مقيم 75 واحد يعني هيخشوا في النهاية مقيم في المنطقة هنا 140 عندنا طالب تردد على المكان حوالي 350 واحد آه المطلوب وعلى فكرة اللي جاي طالب تردد ده هو جاي يختبر المكان يعني ويشوف كدراته إيه إنما عدد منهم كبير بيؤجل الإقامة لحين يعني يتطمن على ابنه وبنته أنا عشان المكان للمسلم والمسيحي هعمل مكان صلى للمسيحي وعمل مصلى لإخواتنا المسلمين اللي ما تعلمش في بيته الصلى هنعلمه هنا عندنا في المكان بل بالعاقل تعقدت مع أحد الشيوخ إنه هو هيجي عشان يعلم الولاد قدر استعبهم أنت بتقدم خدمة متكملة علميا نفسيا جسديا حسب برضو عقليا وبتقدم له خدمة دينية روحية رائع يا سيدنا رائع يعني المقيم هنا مسلم ومسيحي يقدر يستغنى عن بيته في كل احتياجاته يقدر يستغنى إيه سيدنا معلش آخر جملة يقدر يستغنى عن بيته في كل احتياجاته طب إيه لما في ذلك الدينية تتوفر له طبعا ده رائع سيدنا ويشجعني برضو أسأل نيفتك إحنا لسه معرفناش عدد المدربين اللي تم فعلا تدريبهم عشان عشان يقدر بص حبيبي المدربين للعمل الفني فقط أقصد الفني اللي هو التكنيكا اللي هو بيتعامل مع حواسه اللي بيتعامل مع ذهنه اللي بيتعامل مع النط تلاتين واحد غير هيئة التمريد غير الأطباء غير بقى العاملين في مجال المطبخ والنظافة وأرقام أنت بتتعامل في الآخر مش أقل من 150 عامل وموظف وفني بيشتغلوا في المكان منين ربنا بيسدد أمين إنما سيدنا التلاتين نيفتك شايف أنه نيفتك كنتم بتقولوا مترددين حوار 350 يعني هل يدول عايزين مش هليقدر يستوعبهم هنقسمهم على الأسبوع يعني بحيث هندل كل واحد ثلاثة أيام يعني عشان نقدر نديله يوم كامل ما نقدر أجيبه ساعتين وأخذ تاني ساعتين لا أنا عايزة أديله يوم كامل بتديله الجرعات في كل الاحتياجات لأنا برضو خلي بالك طفل مش هيقدر يسحى بدل وجيله كل يوم طبعا فأنا لازم أديله يجي عندي يوم ويريح يوم في اليوم اللي هم ريح فيه التانجة هاي طب سيدنا أخيرا عايزة أسأل نيافتك عن الخطة المستقبلية لهؤلاء المقيمين في الفلك الفلك نوح لما ربنا نجاهم خرجوا بعد كده هل دول بقى يعني بيستغنوا عن بيتهم لغاية إمتى أنا بشكر حضرتك بالنسبة للمتردد لأنه حيجينا في سن مبكر حنقدر نسرع من تنمية قدراته الذهنية تنمية قوي قدراته الذهنية عشان نقدر نعمله دمج في المجتمع إنما اللي جاي لكبير النهاردة لم يتم تنمية قدرات نهائي فمش تقدر تدمجه في المجتمع فهتخليه منتج في المكان في فنون في موسيقى في رسم في زراعة عن طريق السوائل ما فيش بتعملش مع تربة بعض الحاجات الفنية بندربهم عليها فهو هيبقى خلاص إقامته هنا مش هتقدر تدمجه مش هقدر يطلع إنما بيطلع يزور أهل ويجي إنما إقامته فينا هنا إن هو جاي لأن فيه مشكلة مين يرعى في بيته طيب إفرح إنه هو كبر مني قوي وقدراته على استعاب وسائل التنمية الحسية الحركية العلمية خلاص بقت شبه مش موجودة طيب وكده هو حاجز مكان واحد تاني في إحتاج للمكان لأنه مستعد للتنمية عشان كده إحنا بنجهز مجنة تاني في مكان آخر هو خرسنات وبتشطى فيه دلوقتي عشان اللي كبر في السن قوي هو محتاج رعاية طبية بس بالعلاق طبيعي فده حننقله في المكان التاني كمسن بغض النظر بقى سنه كامي يعني مسن ممكن أن هنا يبقى خمسين مثلا خمسة وخمسين بحيث يبقى رعاية طبية كاملة وعلاق طبيعي كامل إنما مش هيبقى يتعامل مع منتسوري مش هيتعامل مع التنمية الحواس فيبقى عندي مكان أقدر أفضي جزء هنا من المكان دوا دي هناك إنما يعني كلهم اللي قاعدوا هنا إقامة كاملة ليهم غلابة بيدوروا على حد يقدر يستوعب أولادهم ويستضيف أولادهم شيء رائع سيدنا ربنا يبارك مجهودات نيفتك في الآخر لا عفو بس دي بتدخلها بقى إيه أنا أقولك قبل الآخر اتفضل طب انفرد أنت اشتغلت مع الولد بتاع أربع سنين وخمس سنين وأصبح قادر أنه يتم دمجه في مدرسة هتعمل إيه هل في طنطة في مدارس فعلا عمليا يعني بتاخد الفئة دي بتاع داون سندروم ولا بتاخد كفيف بتاخد اللي هي الحاجات التانية اللي فيها الزهن كامل يعني لا داون سندروم مفيش طب لإيه مفيش لأن قدراته غير قدرات التلميذ التانية فده بيحتاج ما يسمى shadow teacher أو مساعد مدرس فمساعد المدرس ده بيكمل اللي المدرس بيش يقدر يدوله في الحصة اللي مش هيقدر يستوعبه في الحصة هياخده بعض الحصة وحصة التانية يساعده فيه طب تكلفته عالية عشان كده خطتنا اللي احنا شغالين فيها دلوقتي نشكر ربنا بنصمم مدرسة المدرسة دي تبقى مدرسة خاصة وحتستوعب كل فئة داون سندروم اللي حيتخدم عندنا في المكان كداون سندروم حنستوعبه في المدرسة عشان يدمج في المجتمع اللي في المدرسة لجل تفكر في عمل متكامل احنا يعني مبهورين بالتفاصيل اللي نيافتك بتقولها وبننصلي ونتمنى ان ربنا يكمل كله على الف خير ان شاء الله ادعونا بس وانا واسق بالنعمل ربنا كل حاجة هتكبل ان شاء الله ان شاء الله اللي بدأ معنا هيكمل معنا امين امين سيدنا نستسمح نيافتك ناخد فكرة عن احتفالية الغد اللي هيشرفها قدست البابا وعدد من السادة الوزراء والمفتي وان يفتك يعني معروف التفاصيل الدقيقة من اول شكل الدعوة مرورا بمكان ركن السيارة بكل التفاصيل كان لاجب تصور الباركينج لات اللي حتوق فيه العربيات اولا لن يحدث انتقال في عربيات خاصة باستثناء قدست البابا ليه قرية صغيرة ده يدوب نحن رسفيني الطريق للفلك من بره القرية لسه بره واول ما فيهش شوارع ما فيهش باركينج انما المساحة اللي فيها المبنى التاني اللي حيب فيها الملاعب اتقسمت بحيش تستوعب ستة وثلاثين ميني باس فالتحرك جماعي وتم تقسيم اماكن التحرك في ثلاث اماكن كبار الزوار اللي هم قادمين من القاهرة من وزراء واوا الى اخره والقيادات العليا في المحافظة تتجمع في المحافظة قيادات المحافظة التالية زي وقلاء وزارات زي بعض اعضاء البرلمان او ماجلس الشيوخ زي بعض اللي شاركوا معنا بشكل او اخر في تجهيز المكان يعني لان فيه ناس مهندسين يشتغلوا فيه ناس بتوع زراعة يشتغلوا فيه طب بطري يوفر لنا طيور كل ده لازم يحضر فدول حاجة جماعه في المطرانية الفئة التالتة الاعلاميين باستثناء تكمل بقى معايا ميسات ميسات لانهم موقمين معنا النهاردة الناس بس حد نام النهاردة يعني موجودين في المكان فالاعلاميين كلهم هتجمعوا في كنيسة ماري جيرجز الاعلاميين كلهم هيتحركوا من ماري جيرجز الساعة 9 يجوا المكان محدد بتاعهم قيادات تانتا هتتحرك من المطرانية 9 ونص لهم مكان تاني للتجمع في دول مكان ثم القيادات العالية تتحرك من المحافظة الساعة 10 عشان ما ما يختلطش بدا ما يختلطش بدا والكل فئة من دول لها ما تخل ده المدخل الأغضر ده المدخل الأحمر وهكذا يعني كل واحد عارف اتجاهه مكان انتظاره الحين تجمع الباقي وسائل الضيافة الحمامات الخاصة بيه كل حاجة متجهزة على أن مجرد تيجي المجموعة بتاعة المحافظة اللي فيها سيدة الوزراء يتم وطبعا قالست البابا هيجي من اسكندريا مباشر فحيجي الأول نبدأ نطلع للافتتاح ثم انتظار لكبار الزوار في سلون للضيافة لأن اللجوم قبلهم تمت الضيافة في شكل أو آخر في أماكن تجمعهم وبعدين الكل يطلع على مكان الاحتفال ويختتم بكبار الزوار اللجوم في الآخر يخشوا على أماكنهم المحددة وهنا يبدأ الاحتفال ما بعد الاحتفال طبعا في فيلم فيديو بيشرح المبنى والتاريخ المشروع هتبقى في زيارات للأماكن نبدأ بسادة لجوم المحافظة الأول يزوروا بعض الأماكن في الأدوار العليا المجموعة اللي جات من المطرانية هتبدأ بتدور الأرض الأول عشان ميحصلش الاختلاط وقيادات الكبيرة لما هتزور المبنى هتبدأ تتاجه للحديقة تبصع الحديقة الملونة اللي حوالينا دي ثم يتجه لمكان الإعلاميين عشان يبقى في مؤتمر صحفي وهنا بيختتم اليوم بزيارة للمبنى من جوه لإخوات العلمانين اللي جوم لأنهم ملفوش المبنى هناخدهم زيهم زي باقي الناس الكبار كلهم يزوروا المبنى مكان مكان ويتفرجوا بنفسه ويصوروا بنفسه هذا باختصار شديد يعني طبعا اللي حقدم الفقرات كلها أولادنا زي دي الكلمات أنا ما فيش فقرات من خارج المجموعة تعيشوا وتخدم سيدنا وتعيشوا وتقدموا وإحنا زي ما نيافتك أشرت معاكم وبكرا إن شاء الله نتشرف بعرض الاحتفالية على الهواء مباشرة وربنا يكمل على كل خير يا سيدنا تشرفت بوجود نيافتك معانا بس أنا لجب يعني من خلالك أقدم جزيل شكري لما قدم من نيافت الأنبى أرمية ومن القداة فوق مستوى التوقع بيتعملوا عمل أنا ما كنتش منتظر بهذا الحجم ولا بهذا الشكل شكرا لك وشكرا لسيدنا على كل الحب اللي قدمتوه شكرا لنيافتك سيدنا جزيل الشكر لسيدنا الحبيب نيافت الحبر الجليل لأنبى قولها متران طنطة وتوابعها وكل الشكر لسيدنا رئيس مركز الثقافي القبسي الأرثودوكسي الأسقف العام ورئيس قناة ميسات على هذه المجودات لتغطية هذه الاحتفالية الكبرى اللي واضح إن الدولة كلها بتفخر بيها وكانت ممثلة في محافظ الغربية اللي اسمعنا جزء من كلمته اللي أعلن فخره وإنه المحافظة محظوظة بإنه يتعامل أول مشروع بهذا المستوى العالمي لرعاية هذه الفئة طيب إحنا دلوقتي هنعمل إيه دلوقتي هنروح لفاصل قصير في فيديو لطيف كده عن دكتورة مريان أمير عزر اللي هتنورنا حالا بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة